في إطار مكافأة الجريمة بشتاء نوعية وحفاظ على السحارة العمومية وبناء على معلومات مؤكدة تمكنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني برغاية من اكتشاف ورشة سرية لصناعة غسور الشعر وعطور مقلدة بدون وثائق أو رخص قانونية تسمح لملكة بممارس هذا النشاط بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تبمى تفتيش الورشة الواقعة بالذفة الخضرة بلدية برش الكيفان بالتنسيق مع مصالح التجارة بالدار البيضاء حيث تم العثور على كميات من المواد والوسائل المستعملة في نشاط الورشة السرية العملية مكنت من توقيف صاحب هذه الورشة وتجميد نشاطها مع حجز كمية من المواد وسوائل مجهولة المصدر قصصات لعلامات تجارية لغسول الشعر معدة لإلساقها على القرورات كمية من علب التوظب المقلدة خاصة للعطور كمية من المواد الأولية وكمية من الملونات كمية من قرورات الغسول 4200 عبوة مقلدة معباءة سعة 200 ميليليتر 6300 زجاجة عطر فارغة حيث قدرت القيمة المالية للمحجوزات أكثر من 100 مليون سنتيم بعد استفاء جميع الإجراءات القانونية سيأتي تقديم المعنى أمام الجهات القضائية المختصة